حديثنا في هذه الحلقة أسلكوا كأولاد النور مرة أخرى الرسول بولوس كتب لكنيسة أفسوس وهو في السجن في سجن روما خدم في هذه البلد ثلاث سنين وتعب وأسس كنائس في آسيا الصغرى في منطقة أسية ولسية ما في أفسوس هذه البلد محببة على قلبه لما كتب هذه الرسالة كان بعد عشر سنين من فترة وجوده في هذا المكان كتب هذه الكلمات بوحي من الروح القدس فأقول وأشهد في الرب أن لا تسلك فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم إذ هم مظلموا الفكر وأيضا بواصل كتابته في هذه الرسالة بالتعبير بيوصف هذه الحالة ويقول عن هؤلاء الناس فقدوا الحس أو في عبارة أخرى قال أسلموا نفسهم للدعارة يقول أيضا لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب لاحظ هذه الكلمات قبل ما قال بولوس أسلكوا كأولاد نور فبيعطي توضيح الفترة اللي زار هذه البلد الأمم الأمم كان يسموا مظلموا الفكر لأنه بكل بساطة هو مش من شعب الله غير مختون كان يعتبر شخص نجس وأيضا يعني كان بينعتوا الإزدراء والاستهزاء في هؤلاء الأمم بسبب طبعا أنه كانوا بيعبدوا آلهة وثنية منها آلهة أرطميس إلهة أفسوس في هذه البلدة وكثير من العبادات كانت تتخلى لها نوع من الإباحية وطبعا الزنا والشهوة والنجاسة طبعا الشيء الغريب أنه فيه مكتب من وراي لكن أمامي فيه مكان مشهور اللي بيسمى بيت الضعارة اللي كان فيه بنات مكرسات بقدموا أجسادهم كجزء من العبادة بمارسوا الزنا والإباحية ولأنه الميناء قريب كانت الناس تيجي من كل أنحاء العالم لأسباب دينية لأسباب تجارية لأسباب اقتصادية لأسباب سياحية رياضية لأنه كانت مركز كبير ونحن في مركز هذا البلد القديم فكان معروف عن الأمم في هذه العبادات الوثنية الماجنة من فجور وشهوات كان بمارسوها اشتركوا في القناة